طيب معي عبر الهاتف الأستاذ أحمد الهاجري الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني وزارة الداخلية أستاذ أحمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الساكر الله بالخير يا الله يمسيك والنور أنت وين اختفيت عننا من زمان ما سمعنا صوتك والله نحن نرتقي التواصل منكم مطول لعمرك وبالعكس يعني ترى الاختفاء مش دليل على أنحن مختفين عن وجودهم ومتابعتكم يمكن الاختفاء دليل أن الأمور طيبة بعض الأحيان طرمه على كل حال هناك بعض الأحيان أن الأمور طيبة وفي بعض الأحيان ممكن أن إنجازات خفت وفي بعض الأحيان أن نشغل الزايد سواء نشغلنا وإنشغالكم طويل الله يوفقكم يا رب وإياكم أخوي أحمد أمس اتصل أحد المنتسبين للإسعاف الوطني لأخ محمد وذكر الأخ محمد كلام كثير في جملة أنهم الشباب المواطنين الملتحقين بالإسعاف الوطني والذي يحملون هذه الشهادة وإنتوا استمعتوا أعتقد للمكالمة وتفاصيلها ذكر الأخ محمد بأنه صار عندكم تغيير من شركة لشركة والتغيير هذا سيؤدي إلى اشتراطات جديدة من ضمنها تخفيض في الراتب من ضمنها ربما زيادة في عدد أيام العمل أو ساعات العمل هذه ضمن المساء التي ذكرها الأخ محمد أسمع تعليقك على هذا وبعدين نتحاول إن شاء الله طبعا طبيعة الحال هو سيكون رد أكثر من يكون تعليق لأخ محمد وأحد المنتسبين في الدفعة الأولى من دفعة المواطنين الإماراتيين في البرنامج نحن شاقلين عليه من أجامعة الشارقة الدفعة السافة إن شاء الله رب العالمين سيكون تخريجها إن شاء الله يوم 19-12 إذا ما أخرنا شيء لا قدر الله خارج إيدينا طبعا طبيعة الحال أنا سمعت المكالمة فيها للأسف يعني نسبة مغالطة كبيرة أنا ما أقدر أني أرحلها أو أحيلها إلى أي شخص إلا لأن الناس ما تقرأ للأسف يعني على سبيل المثال من شركة إلى شركة الكلام هذا مبصحيح ما في شيء نحن إسعاف وطني تابعين طبيعة الحال إلى مجموعة فزعة مجموعة فزعة لديها عدد من الجهات التي تعمل في الدولة ونحن أحد الجهات هذه التي تعملها إلى فزعة فما في شيء اسمه شركة إسعاف وطن شركة فزعة الكلام هذا يعني تماما أول مرة أصبع فما أعرف شو الإثبات عليه طيب ما عليك أستاذ أحمد بعد ذلك أول ما بديت وأنت وكنت الداخل معنا شبه يوميا ما أذكر كان في طاري لفزعة صحيح وللآن ما في طاري فزعة فوين يا كلمة فزعة الآن أنت ذكرت بأن أنتم منضوين تحت مجموعة فزعة صحيح فإذا دخول يعني مصطلح فزعة هذا دليل أنه في تغيير صار لأنه ما في تغيير هذه في الأونرشاب شو المقصود في الأونرشاب يعني الأونرشاب كانت قبل شيء اسم مجموعة الخصوصة لتنمية الموارد أوكي وتغيرت إلى مجموعة فزعة يعني صار في تغيير المالك اسم المالك مثل عندك حكومة X الحكومة Y وعلى أقل تقدير أنه في تغيير ولو في المسمى صحيح هذا كلام من سنتين ونصف أو ثلاثة سنين ما عليك أنت دخلت أستاذ أحمد نفيت هذا جملة وتفصيلة والآن تقولي نعم صار في تغيير فإذا لما يصير لبس عند موظف أو يصير لبس عند موظف أو عند مستمع أو غيره طبيعي أو منطقي يصير لبسه أنه صار في تغيير لا هو الحين نحن نتخل في التغييرات التي ذكرها الأحيان تفضل أنت اللي بدأت في هذه النقطة أستاذ فلذاك أعتذر لك لا 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 هذا أساسا ما عادة يكون للموظف فانوي نحن نتكلم على حسب التسلسل في الشكوة طبعا المقدمة أو التعليق المقدم أن في عندك عدد المسعفين الإماراتين 26 العدد المسعفين حاليا 33 وإن شاء الله سنضمنهم 33 في الدفع السابس إن شاء الله رب العالمين وبالشكل هذا سيكون الرقم إن شاء الله سنواصلون كميدانيين في المواطنين من نسبة تغارب 14% ومستمرون بالأمر هذا مثل ما تعرف كوي حسن وقعنا مع كليات فاطمة وكليات التقنية العلية لأخذ مزيد من الإماراتيين الموجودين في القطاع هذا وندربهم وندخلهم القطاع الحيوي هذا لأنه في لنا احتياج الأمر هذا في عندك طبعا بطبيعة الحال الأخ محمد تتكلم أنه فني طب طوارة متقدم وطبعا فني طب طوارة متقدم يصبح يكون عنده باكالوريوس والجمع نحن أهلناهم من يكون فني دعم أساسي للحياة وتم ترخيصهم على فني دعم متوسط وليس متقدم متقدم بعد يكون عنده باكالوريوس ونحن نشغل عليها وإن شاء الله مع جهود كليات التقنية العلية إن شاء الله نتمكن الوصول لمستوى هذا بالكوادر المواطنة اللي عندنا طبعا بطبيعة الحال في شيء اللي هو اللي صار اللي يتكلم عليه الأخ محمد أنه والله بدل ما يزيدونا وبدل ما ينقصونا نحن قبل آلية الرواتب وسلم الرواتب نحن كنا نشغلين عليها كان نسبة الأساغي فيها مرتفع يعادل حوالي 80% وبالتالي ما كان عندي شيء اسمه التعريف لحوافز وعلاوات أخرى بعدين جاء التوجيه لازم يكون الراتب الأساسي لا يتجاوز 50% والعلاوات والحوافز 50% الأخ محمد يوم يتكلم عن راتب 11.170 حسب المكالمة هو للأسف قراء الراتب زاد العلاوة بس ما قراء الحوافز السيد أحمد عفوا في القانون في قانون الموارد البشرية سواء قانون العمل أو حتى قانون الموارد البشرية يقول بأن لا يتجاوز 50% الأساسي من الإجمال أو العكس بأن لا يقل عن 50% صحيح لا لا يتجاوز 50% يعني 50% الراتب الأساسي نحن عندنا كان فوق 50% الأساسي لا لا أنا أقصد القانون ينص على أن لا يتجاوز 50% أو لا يقل عن 50% لا يتجاوز طيب أنا ظنتها لا يقل طيب تفضل لا 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 يتجاوز يعني عندك مثلا هذا راتبك أنت تخلينا نقول لك مثلا 10.3 الأساسي فيه لازم لا يقل عن 50% أو لا يتجاوز 50% اللي حين لا يقل أو لا يتجاوز نحن نحط هنا ست هذا وقلنا خلص هذا زاد هذا وزاد هذا طيب النقطة الثانية الطولة لعمرك أن الرقم اللي قاله نعم في حالة تسكين الرواتب على سلم الرواتب الليديد واللي تم أساسا اختار المظرفين فيه بتاريخ 20-08-2020 القرار التغيير والمعلومات اللي صدرت أنها لازم تكون اعتبارها من 1 يناير 2021 والمقارنة اللي صارت ما بينهم وما بين القيمة السوقية بالكامل يعني تم إعلام جميع الموظفين سواء كان يعني أخوة وافدين أو مواطنين بالتغييرات هذا اللي حتصير وشوى التغييرات فهو للشباب اللي يطيهم الصحة والآفية الفرق يوم تسكين الرواتب على التوزيع اليديد هذا صار عليهم خصم 700 درهم وبثلات تلاف خصمية هي عشان توزيع الرواتب وبسبب التقاعد صار عليهم 700 درهم يعني راسله هيكون 13870 وش مثل ما قال 11170 هذا هذا كأول الحقاق لأنه ذكى الرقم هذا طبعا للمسعفين المتخرجين بعد قلوم سنة واحدة مجامعة الشارق وفيما بعد على عملية التطور طبعا التطور مربوط في عملية أخذ دراسات أخرى اللي حتتاح إن شاء الله رب العالمين لدى انتهاءها مع الجهات المختصة في عملية التطور الوظيفي عشان ندخلهم في البرامج هذه طبعا طبيعة الحال في عندك هوشول قانون العمل الذي ذكرته بعد البارح أن هل نحن تابعين لقانون العمل وموارد البشرية لا نحن نتبع لقانون العمل رقم 1980 رقم 8 بجميع تفاصيله وحتى دليل الموارد البشرية اللي يلي دلي طلع بجميع تفاصيله مبني على 1980 لسنة سوري الرقم 8 لسنة 1980 وبالتالي جميع المنافع المناطفي يقضع لها العاملين لدى الإسعاف الوطني رقم سواء كان على المستوى الاتحادي أو المستوى المحلي النقطة السابقة أو أول نقطة قالها اللقم محمد اللي هو أن نحن نتعين وكان في فرق رواتب طبيعا نحن نعرف أن هناك فرق بين الرواتب الاتحادية والرواتب المحلية سواء كانت حكومة بوظبي وحكومة البي وعلى هذا الأساس ترى العقد شريعة المتعاقدين والبي بالخيار ما لم يفترقها فنحن يمحطين قلناهم هذه الحوافز وهذه المكافآت وهذه كل شيء وبالرضى تم التوقيع ومعروف أن طبيعة الحال أنا رات بأقل من رواتب بوظبي بحدود الألفين رواتب أقل من رواتب بوظبي بحدود تقريبا ولكن هذه النقطة الموجودة بناء على القوان التحادية وفي نقطة بعد ذكر الطول لعمرك اعتقد لو ما تخلني الذاكرة أنها تتكلم على الدفعة السافة أنها تخرجت ولا تعينت فالدفعة السافة هي إن شاء الله حتى تتخرج يوم ٢٩١١٢ فلازم تتخرج علشان نبدأ بجراءة تعينهم وشو بعد طول لعمرك شو المعلومات اللي كانت موجودة طيب أنا في الحقيقة وأعتذر لك سيد أحمد يمكن لا يهمني كثيرا مما ذكرت فيما يتعلق بالرد والتفنيد وإثبات أن المتصل كان على خطأ ليس على صوب أنا يتهمني جزئية ثانية الآن بعد إذنك سيد أحمد أنا أصطف الآن يعني أنا على الحياد بطبيعة الحال لكن سأصطف في حياد الوطن هذا شاب مواطن وانتوا شركة وطنية خلنا نفرض بأن كل ما ذكر الأخ محمد غير صحيح ومحمد يتوهم وغيره وغيره الآن يا شركة وطنية شو اللي رح يقدم لهذا المواطن ولغيره من المواطنين إضافة اللي هو موجود الآن حافز لكي يلتحق الشاب المواطن بهذه المهنة العظيمة هذه المهنة الخطيرة هذه المهنة المهمة طبعا بطبيعة الحال الحافز ما زال موجود في عملية العمل والتحقيق الوظيفة إذا صار في تغييرات فهي دائما دائما وابدا في مصلحة العمل ككل طبيعة الحال الآن إذا نظر للمصلحة العامة لازم أنظر لكل واحد يسوي التربيوتنج للمصلحة العامة سواء كان جهة عمل أو سواء كان موظف على سبيل المثال وللحصر إذا قلنا نحن نبغي برنامج البس المباشر يستمر إلى مدى الخمس سنوات القادمة أنا شو اللي لازم أني أزيد وشو اللي لازم أني أسوي ويجي في عندك بعد نفس الشي يقول لك يا موظفيين البس المباشر ترى نحن بسبب الدماند اللي علينا العالي يجب أن نحن يعني نداوم ساعة إضافية أو ساعتين إضافيات فهي تلقى الناس في ناس يقول لك والله أنا مستعدين يداوم بدون أجر وفينا سيقول لك والله أنا ما أقدر يداوم بدون أجر ولكن ما عندك القدرة على أنك تعطيهم الأجر طب التالي سيصير في عندك تحفظ على اللي يعني يداوم بدون أجر أو يطلب الأجر ويكون عندك حب بالناس اللي يداوم فهي دائما المصلحة العامة مرتبطة بالكنتروبيوش اللي سيكون من الجميع أنا على سبيل المثال أنا عندي ميزانيات محددة الميزانيات المحددة هذه لازم أني حافظ على عداء الخدمة فيها هي رقم واحد وهي مصلحاتنا جميعا أنا أولا 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 الثاني أن الخدمة هذه ما تنقطع عشان أضمن عملية استمرار الخدمة هذه فلازم أشوف شو المكونات الأساسية لدعم الخدمة هذه أنا عندي مورد مالي مورد مالي محدد مثلا من المليون أوكي ولكن تكاليفي أنا مليون ومية حوصل في شار من الشهور ما قدر فعل روادف لذلك أقول لا تعالوا يا جماعة نحن لازم نعدل هو معمارنا بما هو موجود لدي وبالتالي استمرار الخدمة لأن هذا نفس الدي أنا ما أحرص على مصلحة في الموظف ولا أحرص على مصلحة كجهة التوظيف أنا أحرص على الخدمة التي طالعة من مينا الإسعاف الوطني شركة ربحية سعد أحمد أم خدمية جهة عفوية لا لا هي خدمية بالمقام الأول لا يوجد أي أرباح ولا يقول لكن النقطة الأساسية مثل ما قلت الشركة خدمية فالشركة الخدمية أو الجهة الخدمية عليها أنها تحافظ على أداء الخدمة أنها لا يقل طبيعة الحال الحوافز تزيد وتنقص فالحوافز تزيد وتنقص على حسب الأداء وعلى حسب الإجراء وعلى حسب الأوثيوم وعلى حسب الدعم لكن إذا لم يوجد دعم يجب أن خدمتك وهي الفيصل الأساسي في الخدمة أو العمل أنها لا تنقص ينقصكم الدعم من الحكومة؟ طبيعة الحال شف ترى نحن مثل كل الجهات الأخرى في الجائحة هذه أثرت علينا والمتطلبات أثرت علينا على سبيل المثال يعني مثلا الآن أنا كنت قبل أبني الخدمة على أني والله الموظف عندي يجب أن يكون عنده سيارة تسعة يجب أن يجهز بالتحصينات الأساسية يجب أن يجهز بالملابس والأدوات اللازمة ويجب أن يكون عندي آلية التكنولوجيا على شأن منقلت البلاغات والتحرك والبترول والأمور هذه حاجة صار عندك شيء إضافي لازم تسويه علشان الكوفيد لازم تأخذ لبس إضافي لازم تأخذ بركوشن إضافي لازم تسوي إجراءات إضافية هذه ما كانت معرفة في الميزانية صحيح هذا كلام صحيح خصوصا أن هؤلاء العاملين في هذا القطاع هم في الصفوف الأولى يتعاملون مع الجائحة بالدرجة الأولى نعم وحمايتهم واجب علي وليس شيء أني أقول والله أني أتفضل عليهم فيه حمايتهم ونحن الحمد لله رب العالمين في الإسعاف الوطني في من أقل الجهات الخدمية العاملة في الجائح هذه إصابة لكوفيد-13 شكرا لله الحمد ولكن هذا ليس معناه أنه لا يوجد عمل وراه في عمل وراه في ناس الضائقة من المسعبين في الإجراءات التي صارت تطير ولكن هذا الفنديي الذي يحكمني هو الخدمة المقدمة للمجتمع يجب أن تصل إلى المستوى هذا نسبة الإصابة يجب أن تتجاوز المستوى هذا نسبة الرضا يجب أن تتجاوز الرقم هذا بالتالي في طبيعة الحال سيصبح تغيرات عندك تغيرات حتى في الدمان تغيرات في التوزيعات تغيرات في الأعمال وتغيرات في الكندروبيوشن وتم إعلام الجميع يخوي حسن بالجميع من قبل ستة شهور وأربعة شهور وفتحة البانلز وخطح الأشياء هذه أني أدو مع ترنحن في صدر التغيير اللي حيكون ويانا ويمشي في التغيير إذا هالله خير تره حيا هالله واللي ما يبغي يقدم استقالة ويروح يحلي لي المواطن وين بيروح أنا آسف سالح مر هذا كلام مش موجه لك هذا كلام عام فقط أنت إذاك الله خير وضحت على اعتبار أنكم شركة شبه حكومية هكذا صحيح تصنفون نعم وضحت المسائل الإدارية اللي عندك وإذاك الله خير ما قصر توضيحك وافي وشافي يمكن أنا اصطفافي تجاه الوطن أو تجاه المواطن لها اعتبارات أخرى لكن أنت إذاك الله خير لا يجب عليك يجب عليك أخي حسن يجب عليك أن تصطف تجاه المواطن أنت يوم تدعم المواطن لا تدعم المواطن باسمه أن تدعم المواطن كمواطن وكمسمة صحيح ويجب عليك أن تتكلم بالكلام هذا يجب أن تتواجه وتحارب وإلا أنت لا تدي دورك بارك الله فيك أنا سعيد أنك متفهم ما أقول أنا وأتمنى الجميع يتفهمها لا لا متفهم تماما لذلك هي رسالة إذا ممكن أن ترفع من خلالك كرئيس تنفيذي للإسعاف الوطني ترفعونها لسمو الوزير ترفعونها لمجلس الإدارة عندكم بأننا بحاجة إلى أن وضع المواطن في الشركة خصوصا ليعملون في وظائف فنية مثل هذه يكون أفضل مما هو عليه الآن إذا ما نقدر نسويه نخليه متوازي مع زملاء في الوزارة أو في الشرطة الاتحادية أو في الأجهزة المشابهة لعملنا يكون قريب على أقل تقدير أنا نحن نطول لعمرك في عندنا شيء اسمه الدراسة في الشيطة الكشوارية للأسواق ويبين بالضبط معدلات الرواتب للفاء هذه سواء في المواطن وغير المواطن ودائما الحمد لله رب العالمين فريق الموارد بشرية عندي دائما يعطيني الدراسة هذه كل ستة شهور بعملية نحن وين؟ هل نحن أدنى ولا أعلى؟ هل نحن أدنى ولا أعلى؟ ولله الحمد نحن دائما أعلى من السعر الموجود في السوق بحدود 17% بالنسبة للمواطن بالسوق الذي هو سوق القطاع الخاص سوق القطاع الخاص أطلب من الجماعة عندك أن يساوي لك دراسة اكتوارية جديدة وضع المواطن بشكل عام في العمل سواء في قطاع حكومي أو خاص أو شبه حكومي تطلع لك نسبة هذه الأطرير لك يا هلنحن عندنا بالنسبة للمواطن 17% مثلما ذكرت أعلى وبالنسبة للوافد 31% على لذلك أنا بعدني حتى مع عدد التوزيع اليديد بعدني أمستل أبوف الدراسة الكتوارية اللي صدرت آخر مرة كان في 11% يعني تستر نيو فيوم نبني الخرار دائما نبنيه على الدراسات هذه كلها ولكن على جميع الحالات هل معنى ذلك أن هذا كله من نهاية؟ ترى أنا عندي مدلس إدارة ودعملس إدارة أرفع على هذه المؤشرات هذه بالتمرار صحيح إذن طلبنا الآن من خلال هذا المنبر باسم الجماعة اللي شغالين عندكم يعني مش باسم فريق العمل أن هذا مطلب الناس من خلال رئيس تنفيذي لمجلس إدارة عدلوا أوضاعهم رفعوا مستواهم حسنوا معيشتهم بشكل أو بآخر شكرا جزيلا أستاذ أحمد ما قصرت لا أقصرت لا أقصرت أطول أمام الحزان وأنت والعاملين شكرا على أنكم دخلتونا في الأمر هذا وسمعتوا مننا طول بارك الله فيك شكرا يا أستاذ أحمد شكرا جزيلا في أمان لحياك الله